هتجد حرائك أن أشهر القصص القصيرة مثلا مثلا قصة قصيرة كنا من الدرسة الزمانية قصة ناظرة عليه يوسف إدريس اللي عبارة عن صفحة واحدة بنت خادمة بيتماشي في الشارع شاهلة طلبات وبساطة فبتشوف أطفال بيلعابه وهنا بيوصف بساطة جدا نظرتها وهنا فكرة كيفة يعني سرقت طفولة هذه الطفلة في صفحة واحدة بس قدر يوسف إدريس يعبر لنا عن عالم هذه الطفلة ونشعر به وفي خلال كلمات قليلة وصفحة واحدة الموضوع ده بقى لو خدناه وعملناه رواية هيبدأ بقى بشكل مختلف فنجيب بقى الطفلة وأهلها وجات بينين وإزا انتقلت إلى المدينة وإيه الظروف اللي خلتها تشتغل خادمة وده ده كاتب طبعا بالزبط حراك ده مسأل فرق بين فكرة طفلة تعمل كخادمة مثلا كقصة قصيرة نظرة ليوسف إدريس ونفس الفكرة إلى حد ما في نحن ولكن نزرع الشوك في رواية طويلة جدا ليوسف السباعي رواية من جزئين وهي تقريبا العالم في حاجات كتيرة مثلا وندها كقصة طويلة شوي يعني بتكلم حراك في 10-15 صفحة إنما نظرة دي هي صفحة واحدة بس فهنا حضرتك هو هنا الكاتب إزاي التقط شخصيات أحيانا من الحياة زي ما بيقول محمود البدوي إن تقريبا معظم قصصه كان سببها أو من أو حاله بيها شخصيات قابلها وماشي في الشارع وهو مسافر مثلا في سفرياته اللي بره مصر أو هو قاعد على المقهى مثلا في التقط شخصية معينة تبدأ تختمر في ذهنه عليها وتتبنى قصة ومن هنا برضو اختلاف الأدباء عن بعض أكيد أكيد ترجمة نانسي قنقر